اهلا بكم ناس كتير بتواجه مشكلة في تحضير الكريم شانتي ويطلع سائل معهم في الفيديو النهاردة هنعرف المقادير المزبوطة عشان نعمل كريم شانتي متماسك مع الملاحظات اللازمة عندي ثلاث كبيات من الكريم شانتي الخام بدون سكر اضيف عليهم كباية من السكر البودر المنخول وكبايتين من اللبن المسلج يعني يكون سائع جدا وده عمل مهم جدا لنجاح الكريم شانتي وابدأ التقليد بهدوء علشان ما طيرش البودر علي وبعدين اعلي السرعة بالتدريج مع الضرب المستمر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لحد ما اصل لأعلى سرعة واستمر في الضرب لمدة اربع او خمس دقائق وزي ما احنا ملاحظين كده ان الكريم شانتي بيتقل بالتدريج لحد ما نوصل لقواية متماسكة انا محبتش اني اصرع الفيديو علشان تشوفوا الكريم شانتي وهو بيتقل واحدة واحدة ممكن اننا نحط البولة دي جوه بولة اكبر مليانة مكعبات تلج عشان تصرع معانا الوصول لكريم متماسكة اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة